قصة الفتاة روسية التي كشفت حقيقة إسلام بحيري بعد السلام عليكم ورب تكونوا بخير والشيء الجميلة هذه هي حلقة صوتية سريعة قبل أن نعود إلى الحلقات المعتددات من كم يوم ظهرت صورة البنت شقراء روسية رجبة المترو وشايلة على ظهرها صندوق أخضر لتوصيل الطلبات للمنازل وشايلة على قديها طفل ومسكة في الإيد الثانية طفلة آخر وبتضحك ومبتسمة يعني ست منتع الكفاح والجدعانة وقدي إيه يا ستة عظيمة وجمدة زحليقة بقى وتتحدى الظروف وبتاعه زي ما أنت عايز تقول يا حبيبي قول المهم ظهر في القصة هنا سياد بحب يصد دائما في المقال العكرة يسمو إسلام بحيري وده يبقى رئيس قسم الهبد في جامعة أرزع الدولية راح رازع بوست على الأنغام أغنية اللي قادرة على التحدي وعلى المواجهة واللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها واللي جابها المهم فقيل بوست بيقول لك يا معلم الأمر دي بنت بتوصل الطلبات في تطبيق روسي اسمه Delivery Club الصورة اتخذت هي بتوصل طلب وفي نفس الوقت بتراعي أولادها اللي اتنين وكمان مش ناس يتخب بالها من جمالها وأنوستها الصورة دي بتلخص ألف كتاب ممكن نصدره عن الإصلاح الديني وأحوال المرأة العربية المسلمة أنا بصراحة مش فاهم إعلاقة واحدة بتوصل طلبات بالإصلاح الديني بأحوال المرأة العربية المسلمة وأي هبد ورزعه خلاص ما المرأة العربية بتشتغل وبيطلع عينيها برضو في منهم المهندسة والدكتورة والمدرسة واللي بتساعد الإناث في البيوت واللي بتشتغل في الفلاحة وغيرها ولا لازم تكون بقى شقراء وبتورك أنوستها عشان تعجب يا سي اسلام فاللو انت ايه بتقول أي كلام لزوم السبوبة والشقت واللقت وأي حاجة انت ايه تمشي حالك فيها كده بدلا من الراكنة وحشان عارفة تطر تغير زيت بقى وتشحها مع تبقى ليلة بيضاء المهم السلام بحير بيكمل بقى البوست بيقول المشهد ده فيه حرية والجمال والأنوثة والأمومة والمسئولية والحب والعمل والإحساس بتعم الكتعة بتعم الحياة والانطلاق ايه يا عم ده كله يعني أنا مش فاهم انت لو ربنا سبحانه وتعالى أكيد وهي بقى عقلي يعني مفروض تفكر به المشهد ده فيه إهانة للبنت دي والمجتمعها لو كنت تعقل لو بقى لأن واحد زي دي معها طفلين مش تلاقي على الأقل مكان تحط فيه أولادها ولا لقي رعاية لأولادها وده إهانة للمجتمع اللي هي عايشة فيه ولو ليها قرايب ففين هما وليما بيساعدهاش فدي إهانة لقرايبها ولو ليها زوج وهو ده الأساس هو راح فين وليما بيساعدهاش فدي إهانة لزوجها لو كانت متزوجة ده غير كمان إن دي إهانة في حق تربية أطفالها اللي هي تربه في وسائل المواصلات رغم حاجتهم للهدوء والعناية والرعاية وإن هما يعيشوا حياتهم زي أي أطفال أسوياء ولو قلت هي ظروفها اضطرتها لكده يبقى مجيش حبيب قلبي كده على وضع مؤسف والطراري وتقول لي ده مش هد فيه حرية وجمال وأنوسة وبسبوسة وانطلاق وانفلاق والكلام الغريب اللي انت بتقوله ده أي حياة دي اللي انت عمل بتمدحة أن واحد تربع عيالها في وسائل المواصلات وتمرمطهم وراها في الشارع وهو حرام يعني لو استخدمت عقلك لا يجوز ما يصحش مين دحك عليك وقالك كده المهم راح مكمل رزع في البوست ورزع بقى إيه حتة متينة من اللي قلبك ما يحبها اش كده يقول لك وحتى الدين في معناها الأصل يحضر في المشهد اللي هو بيرزع أي كلام وخلاص أنا مش فهم أي دين اللي هو بيتكلم عنه إسلام بحيري ده نحن عندنا إسلام محمد بن عبد الله اللي ربنا أنزل وعندنا إسلام بحيري فإنت يا إسلام بحيري لو بتقصد دين محمد بن عبد الله اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل وفيه أن المرأة ملكة وواجب على زوجها أنه ينفق عليها وما يشح تطهاش في المترو وتوصل طلبات للمنازل ولو كانت مطلقة فدين الإسلام برضو بيلزم زوجها أنه ينفق عليها وينفق على أولادها ولو بتتكلم عن عدم التطبيق والنجوزها مش سائل فيها وينلي 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 فده احنا ما نلومش فيه الدين لكن نلوم فيه عدم التطبيق لكن ما جيش تقولي ان المظهر ده هو مظهر ديني او بيظهر فيه الدين لو بتتكلم عن دين الاسلامي بحيرة فمنفعش واحدة تظهر انوستها في المترو اللي انده بيرخصها ما اصلية لمواخذة مش اداة ولا سرع عشان تروج لنفسها في جسمها وله هي قاعدة في قضة نومها علشان توريك انوستها حاج اسلام وما تصحصح معنا للكلام لو بتتكلم عن الاسلام اللي احنا نعرفه والله فالاسلام ده في ان المرأة ليها ذن من مالية مستقلة عن الرجل وانه ما ياخدش من مالها حتى لو معها مال قرون الا برضاها فده كان اسلام محمد بن عبد الله اللي احنا نعرفه لكن يظهر ان فيه اسلام جديد اللي هو اسلام البحيري بقى ان المرأة تظهر مفاتنها وانوستها في المتر وده يبقى رقي وجمال وتحضر وتتشحطط بعيالها وتربين في وسائل المواصلات وده يبقى انطلاق وحبه وانت فيها جدع في دماغك عادي مش لايه مكان تحط فيه عيالها هي ده الرعاية والحلاوة والبقلاوة الجوز هراميها بعيالها يا السلام هو ده الجمال بعينه ده بدل ما تطلع تدفع عنها يا السماء بحيري وتقول ان ما ينفعش واحدة في الشكل ده ان هي تروح تتبهدل بعيالها وتربع عيالها في وسائل المواصلات والله العظيمة لقاها تعكست بقيتوا تشوفوا القبح جمال والجمال قبح جبريل ام العفش الا صحيحة بحيرة وما كانت ينفع معاك يعني الحجة كاملة ست الشقيانة المصرية اللي معاها اطفالها برضو ولا اعفادها وبتشتغل وبتغزل من القش والبوس ما كانت ينفع معاك الست محسين اللي بتفلح وتعلم اولادها الفلاحة طب ما كانش يمشي معاك البنت اللي بتشتغل ميكانيكي سواء اتفقنا او اختلفنا دي ولا مش هتاكل معاك عشان دي لابس حجابة وما بتظهرش قنوستها ومش هتعرف تتغزل فيها تقول لها يا السلام عليك يا امر وايه الجمال والحلاوة دي طيب بلاش ما يمشي معاك اهلنا المسلمين في افريقيا يعني عندك واحدة منهم ما يشيلة طفل على ظهرها وظهرها محنية وبتشتغل في الفلاحة والود نايم على ظهرها ومرتح مستيكانيس والدنيا لذيذة معاها خالص ولا دول عشان افاركا ما عندهمش شعر ناعم واشقر بقى وتوع تتغزل فيهم وتقول شوف الطعامة والحلاوة والبقلاوة والانطلاق والانفلاق واي كلمتين في رغيف لزوم السبوبة يا سامي بحيريتا مش مكسوف من نفسك ولا مش ينفع تتغزل فيهم علشان الناس ذو المؤمنين بقول الله وبقول الرسول وده مش هينفع معاك ولا هيليق على اللون اللي انت شغال فيه على كل حال يا سلامي بحيري احنا عارفين انك فهم مقولة العقل زينة دي غلط عشان كده ما بتستخدموهش فاحنا انا توقف قليلا عند الجملة اللي انت بتقولها ان الصورة دي بتلخص الف كتاب ممكن نصدره عن الاصلاح الديني واحوال المرأة العربية المسلمة والله بحيري انا مش عارف اجيبها لك ازاي يعني ما عالينا عارف بحيري في مثلا مصر كده بقول قليلي البخط يطلع له العظم في الكرشة فاسمح لي اقول لك يا سلامي بحيري الصورة اللي انت فرحم بيها والبنت اللي عملت تغزل فيها دي طلعت حرامية ونصابة لا 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 مفاجأة صح؟ ايوه طلعت حرامية ونصابة البنت اسمها هلادا كوروليفا عندها 19 سنة وعندها طفلتين الطفلة الاولى من زوجها الحالي خلفتها في سنة 2019 والبنت الكبيرة فهي بنت صديقها السابق يعني كانت جابهة من الحرام ولمؤاخذة لما كان عندها 17 سنة يا نهرة ازرائية اسلامية بحيري على الاحراج والكسفة بقى هي دي اللي بتمثل الدين بالنسبة لك جايب عاية من الحرام وعندها 17 سنة وانت طلع بتهاجم المسلمين وتقولوا بيسمحوا بزواج القاصرات ومش عارف ايه طب بالنسبة لك زن القاصرات حلوة يعني ولو قلت ما كنتش تعرفي بقى سكت بقى وخلاص ما تعدش تهلل وتعمل بوليكة من حاجة ما لهاش قيمة يعني المهم البنتي قالها اغنياء واشتروا بيت باسمها لكن قررت وقررت تروح تعيش في موسكو مع حبيبها الجديد فبقت تلبس عدة الشغل بقى وتشيل صندوق فاضي على ظهرها وتمرمط عيالها فالناس يبدأوا يلمون لها تبرعات وفلوس وهدايا واللازم منهم والكلام ده طبعا انتشر وتفضح على وسائل الاعلام الروسية عندك مثلا في 2019 نزلت صورة لها وشغالة في شركة يندكس والصورة انتشرت على موقع فيه كير روسي بقى اسمها كورير ماما وقالت لهم انا اعمل لكي جوزي راح الجيش طبعا ده طلع كله كذبه وقالت لهم اصلي الاعنى لانا باخدها من الدولة بقى غير كافية والله يا بشا والدنيا معاها خربانة وباكوح حطراب وبامش على الحط وبتاع فالمهم ايه طلعت على قناه كتير وتشاهرت وعملتها سبوبة حلوة خدلاقي ارشين نميت عليهم بعدها بشرحت مع جوزها الموسكو اللي هي كانت بتقول ان جوزها في الجيش انتشتغل معاها في شركة توصيل اكل ايه شركة دليفر كلاب بس المرة هذه ظهرت على الميديا وبتقول يا جماعة ده جوزي ده راجل فاشل ما بيساعدنيش ومش عارف مين طبعا النسويات قالوا لها الله عليك انتشت لنا في ملعبنا جوزي جداد وفضع وحقير ومش عارف ايه ومش لازم يعيش ليوم الثلاثة ولازم تسلخيه وبتاع وحاجات زي كده عملوا لها حامل التبرعات لمولها شوية فلوس حلوة برضو خدتهم وناميت عليهم المهم عملت الحواردة بتعتلت اربع مرات كده لغاية لما ظهر واحد في القصة اسمه اليكزاندر جزولف وده كان مدير لمركز تطوير الزال وده كان من ضمن الناس اللي بيساعدوها وعملين ليها حامل التبرعات فبعد ما اكتشف الامر كده فضبي قال لك لا بس كده ابو اليكزاندر انا هطين الدنيا على الكل كليلة فمن ضمن الحاجات اللي قالها اليكزاندر ونشر الكلام ده على صفحته انه اتصل بشركة دليفري كلاب اللي هي متصورة بيه الصورة اللي نشرة اسلام بحيرة وطاروا بيها النسويات وعملوا بيها بقى مهرجانات فكان رد الشركة انها كانت فعلا شغالة معام سنة 2019 ولما الشركة عرفت ان عندها اطفال قدمت لاطفالها في حضانة مدفوعة الاجر عشان تترك اطفالها في الحضانة وتروح تشوف شغلها يعني كانت تقدر تسيب اولادها في الحضانة عادي لكن الشركة تفاجأت بدون مبررات ان البنت تركت العمل في الشركة وفضلت محتافظة باللبس والسندوق بتاع الشركة لزوم السبوبة انها تظهر تاخد لها لقطة في مترو بتاعه وتلمي لها قرشين حلوين كل كل كلام اللي انا قلته ده هتلاقوه تحت في المصادر في وصف الفيديو ازاي الاعلام الروسي فضحها وحتلقوا برضو لينكات باللغة الانجليزية فحتى الصورة اللي قاعد يتغنى بيها اسلام بحيرة والنسويات طلعت مضروبة من واحدة نصابة وانت هتفضل لغاية امتا كده اسلام بحير يكون مصادرك بالشكل ده عمرك معجيب حتى مرجع ولا مصدر كده على الايمة يا انت مثلا بتدلس على القرآن وعلى السنة وعلى أقوال العلماء وغيرهم قلنا خلاص ماشي ممكن ما بعرفش يقرأ لكن حتى يوم توقع على صورة وتعمل بيها مهرجان وتكتب لك فيهم كلمتين تلمي لك فيهم شوية لايكات ولا نعمل لنا فيهم شوية شقطات ولا اي تنجان هب كده تلاقي الصورة حاتفة شمال انت يا راجل انت اما اتبح ارنب بقى عشان تفك النحس زي ما بيقوله يعني طبعا الكلام ده كله خرافة لكن ما علينا حتلاقي تحت برضو في وصف الفيديو اللينكات لبرنامجنا كرر ازالة ردنا فيه على السن بحير مرات عديدة وطبعا كان بيطلع اشتهمنا لانه لا يجرؤ انه يرد علينا بعد ما فضحنا اكاذيب يلا استنونا بقى في الحلقة بتاعتنا بقى والمجال بتاعنا والكلام اللذيز وتصبحه على الف خير السلام عليكم ومع السلام عليكم